رفقتكم انتوى حتى المثلاثة كيما كل يوم من الاثنين للجماعة وليد برحومة قدام الميكرو معنا في الاخراج حمزة وسيرين احتيت على الكونسول ازوز مع بعضهم اليوم في الاخراج ارفقنا زادة في الديجيتال تنجموا تفرجوا فينا بالفيديو محمد لحمر تلقاونا ان ديريكت ستريمينج على الاشان يوتوب اكس بخس افام ولا لباج فيسبوك اكس بخس افام ضيفنا ونبدأوا معاه بعد لحظات في حوار حول السياحة في تونس استراجع عدد الليالي المقضات بالنزل والفنادق التونسية ما بين 2006 كنا في حدود 43 مليون ليلة مقضات انزلنا الى 6.5 مليون ليلة سنة 2023 الصحفي في موقع الكتيبة وائل لونيفيه لو سهل بيك وشكرا على قبول الدعوة وائل شكرا لك وليد ومشكورين على الدعوة اليوم في ساعتنا الثانية في بداية الساعة الثانية بداية من ماذي ساعة واربع دقائق يكون ضيفنا القيادي في التيار الديموقراطي هشام العجبوني موقف التيار الديموقراطي من الانتخابات هل سيقدم مرشح ام سيدعم احد المرشحين ام سيقاطع الانتخابات كما كان ذلك في الاستفتاء على الدستور في الفين واثين وعشرين القيادي هشام العجبوني يكون معنا بداية من ماذي ساعة في الانترفيو في في الساعة الثالثة بش نكونوا في متابعة لما يصير في المهرجانات ونحكيو على عرض زياد الزواري عرض ميدي نافريكا بش يكون نهار اثناش جويلية يكون معنا زياد الزواري يحكيونا باكثر تفاصيل على العرض هذي هاجر بوجمع كذلك نحكيو على وزارة الخارجية الليبية اللي ترد على صحيفة الانديبندنت دون كذلك بش يكون في الليكون انترنسيونال وفي اشصار في العالم الرئيس الصيني يدعو لحوار مباشر ما بين روسيا واوكرانيا كذلك صديق نتنياهو يفشل في الانتخابات الفرنسية ذهر اللي يفهمتوني هل سيكون نحكي كي نحكي على صديق نتنياهو اللي ما نجمش يحافظ على مكانه في الجمعية العامة في فرنسا مش لازم نسميه البداية تتسويت مع ضيفنا الصحفي في موقع الكتيبة واللونيفي نجددك التحية واللونيفي على وسهل بيك شكرا لك وليد مرحبا بيك ومرحبا بيك بالكل وفرحان بارشا نكون بحديكم اليوم وصراحة من خلالك انتي ونحب نقدم الشكر لكل الصحفيين اللي يخدموا في موقع الكتيبة سواء الحاليين ولا اللي يسبق لهم تعديوا بتجربة الكتيبة لانه صراحة اضافة كبيرة كموقع الكتيبة يقدموا للصحة الصحفية والاعلامية في تونس بأبحاث أبحاث شكرا لك نخدوا نتبادل على الأقل نحييوا بعضنا احنا كما نلقاش كل نحيينا بش حكيه على قطاع بون سيبري مانش بش نحكيه على العوج وانا ما بش نحكيه على قطاع السياحة في تونس وكان مقال يحكي على السياحة والوجه الآخر لفشل المنوال الاقتصادي في تونس قطاع السياحة ما هوش قطاع حديث العهد في تونس تبنى معها بداية بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال في تونس وخاصة عرف طفرة بداية من الستينات والسبعينات بمنوال اقتصادي مشات به الدولة التونسية في وقت ما الملاحظ كونه في وقت من الأوقات السياحة كانت قاطرة في الاقتصاد التونسي وحتى اكثر من البعد الاقتصادي كان فما تصور كان فما فكرة بالنسبة للسياحة التونسية الملاحظ وكونه هذه الفكرة بالرغم اهتراءها ما زلنا نحاولو نعاودو نستنسخوها من جديد هو كما قلت وليد كان حب اللخص على الاقل بداية المنوال السياحي في تونس وبداية الصناعة السياحية في تونس نجمو نقسموها الى ثلاثة مستويات او ثلاثة فترات زمنية الفترة الاولى كما قلت مع بناء الدولة الوطنية بعيد معناها الاستقلال كان فما هناك رؤية على كيفاش نجمو نخدمو ونطورو من السياحة متعنا خاص طرن انه القطاع السياحي في العالم وفي الحوض المتوسطي بصفة عامة في الفترة هذيك كان عنده نوع من الاولويات حتى في الدول في الدول الجوار نحكي على الاقل في اوروبا في اسبانيا في فرنسا وماذا ديرك فكانت هناك نظرة نظرة من الدولة انه كيفاش نجمو القطاع داية ندمجوه في الاقتصاد الوطني يكون رافعة ويكون زادة معناها محرك اساسي في التنمية وفي احداث مواطن شغل تعرف دولة خارجة من بعد استعمار مزلت امورها مش ولاك الكل فما استراتيجية فما عقل سياسي يدير الدولة وفيما بعد العقل السياسي هذا بيدو طور من النظرة الاستراتيجية لقطاع السياحة وخلق بعض خلينا نقوله المدن السياحية اللي تتماشى وطبيعة المناطق اللي هي موجودة فيها صحيح كان هناك يعني كيف نحكيه مثلا على الحمامات كان فما تأقلم مع مدينة الحمامات الخصوصية متى مدينة الحمامات المدينة العربي وما الى ذلك وهذه هي المرحلة الثانية جزتما ووقتها تونس حلت الاستثمار الاجنبي والوطني وبدأت تدخل في اللي نسميه احنا تهزيديها بشو بشوية على القطاع السياحي وتفتح المجال للمستثمرين وخاصة المستثمرين الخارجيين اللي يجيوا واستثمروا في عدد من المنتجعات السياحية في فترة السبعينات ومن ثم وقت اللي صارت التفرة منطاع المنوير السياحي وعطا الأكل متاعه الاستراتيجية هذه وعطا الأكل متاعها الحقيقة اللي ادخلنا في مرحلة الجشع الجشع بمعنى شنوه؟ بمعنى انه نكثره في المدن السياحية نكثره في طاقة الاستيعاب دون انه تكون عنا نظرة استراتيجية حول متطلبات الطلب أو الطلب العالمي للسياحة شنوه لازم وشنوه لازموه ومشينا في الكم ومشينا ووسعنا في طاقة الاستيعاب وخلقنا النزول من فئة نجمتين وثلاثة اللي هما يكونوا في الجوار متاع المدن السياحية الكوبرا اللي هي فيها الفنادق السياحية الفخمة خلقنا هاكا السنتور هذيك متاع النزول الصغيرة اللي هي طو تعاني اللي هي طو ما عندش كليونات وبالعكس ولت هي التأثير السلبي متاعك النزول هذيك على النزول الفخمة على خطر ولا يتعاندوا على اللي هو شكون يجيب اكثر فبالتالي حتى تلقى نزول معناها من فئة اربع نجوم يعطي في تسعيرة او في اسوام تقريبا متناسقة مع النزول الاخرية اللي هو اقل منه تصنيف وتخنف كالسيرك الفيسيو هذيك اللي هو كانت عنده تأثيرات سلبي وهذا يقر به معناها جماعة المهنيين السياحة الكل من نزول من مؤسسة مشابهة لها من مطعم سياحية من ذلك ولي كانت عنده تبعات على نوعية السياح اللي تجي على القدرة الانفاقية متاحهم على التوسع الكبير عن المدن السياحية خلق اشكاليات فيما بعد نزيد ونحكيه عليها المنوال هذا اللي نحكيه عليه اللي هو كان في وقت ما الاوقات كان ناجح من بعد بدأ ينحرف بشوية بشوية وقتاش فقنا اللي هو وصل للحدود ومعاش ينجم يزيد يقدم بنا القدام في حدي في ما انا بناء اه كيف بدأ نختم المواضيع من نوع هذين حاول نرجع ديما للدراسات ولي شار شير شير شنو يقولوا في الموضوع مه قاتل ما تلقاهوش تصريات ما تلقاش معناها الدياغنوستيك السحيح ما تلقاهوش لا عند سياسي لا عند خبير بشو خرج يتكلم لما لذلك معناها فما فما بحوث انجزوها توانسة مه معناها دي شار شير بحثين في الجامعات التونسية يمشي بيك معناها يقول لك انه من بداية من فترة التسعينات بدأ الانحراف متع المنويل السياحي ما حاسيناهوش فترة التسعين داكور اما بدنا نحسه فيه من عام 2006 مباشرة بعد دخول مدينة ياسمين الحمامات حيز الخدمة تعرف انه المدينة ياسمين الحمامات هي مكملة لزون توريستيك متع الحمامات قرية جيد عملنا قرية في الجنوب متع الحمامات خلقنا فيها اه معناها اقامات خلقنا فيها نزول اه اه فخمة والتدشين متاحها كان على مرحلتين المرحلة الاولى كان فيه بمناسبة عن تنظيم تونس لكأس افريقي لبطولة افريقيا في عام 2004 حللنا شوية وطلبش نجمو نستوعبو الناس اللي جيتنا وفيما بعد كملنا اه حللنا بقية الزون هذيك وكيف كيف زاده نفس التمشي هذيك اللي عملناها في الحمامات عملناها في سوسة عملناها في جربة التوسع متع العمراني متع المدن والاقامات السياحية على حساب الملك البحري على حساب الطبيعة والخصوصية المدن هذيك والفلاحي جيستمون بالضبط والفلاحي وهذاك اللي خلق اليوم فم اشكالية كبيرة اليوم عنا تحديات مناخية عنا انجراف متع شطوط كبير وكبير برشا وهذا نبهت له الدولة التونسية مش مليون من عام 2010 فم الدراسات ممولة من طرف سنديق دولية اللي فائدت الحكومات التونسية من وقت بن علي وانتي راجع ويقول لك انو التوسع العمراني هذي متع المدن السياحية هذي راو اثر اثر بشكل كبير على طبيعة الشواطئ التونسية اللي هي اليوم ما ماشية وتتراجع وتتأكل نحن نحكيه على شطم تاع مدينة الحمامات وانا عندي تصويرها في المقال كيفش كان وكيفش ولا يعني انجراف تقريبا في حدود ستة سبعة متر يعني بما كان علي يقبله وبما كان طوي والتصوير في حد ذاتها تخي سامبوليك على خاطر في ان مينة فسان كاتخوين للشاطئ الحمامات ما كانش فيه البني اللي دير به هذيك الكل كيف تجي تشوفوا اليوم وتلقى فيه ودير عليه بارشة بني دونك هذيك الكل هذي سبب مباشر واليوم المطورين متاع الفاندق وقت اللي علشان نسميت فترة الجشعة لانو في وقت ما في فريزانين معناها ثلاثة وتسعين أربعة وتسعين تفرم تاع سياحة في تونس احنا نستقطب وقتها في الوقت هذيك تقريبا أربعة فاصل تسعة مليون سيح سنويا وقت اللي المغرب جارتنا تستقطب كان في سبنين فقط فبالتالي احنا كنا بعد اسبانيا وفرانسا وما إلى ذلك في الحفظ المتوستي وكانت عنا مكانة مرموقة في السياحة العالمية فيما بعد النظرة وتعرف ان المنويل السياحي وإلا القطاع السياحي شنو صار فيه فيما بعد دخلت فيها عدد الناس النافذة واللي وتخلنا في بعض المشاكل والإشكاليات اللي عندها اللي أذرت فيما بعد بالقطاع برمته المقال نذكر اللي هو منشور على موقع الكتيبة للقطاع السياحي الوجه الآخر اللي فشل المنويل الاقتصادي فيه عدة معطيات ويظهر لي من المستحيل كون النجمون نجيو على كل ما جاء في هذا المقال نحيك عليه مرة أخرى وائلوني في الصحف في موقع الكتيبة ولكن نحب نحكي على الأقل في النقاط المهمة اللي موجودة في هذا المقال عنا تو أكثر حتى من عشرة خمسطاش نسنين نحكيه على السياحة الثقافية على التنويع المنتوج الثقافي على سياحة السياحة غير الشاطئية بأشكالها لكن في الأخير كنجيو بش نقعد ونحكيه على الأرقام متاع السياحة في الأخير تلقى ديمها الأرقام متاع السياحة الشاطئية هي اللي مسيطرة والباقية يمكن بهاك نفوحوا بهم مبرة دونك هل هل الفشل اللي نحب نعملوها في المنتوج السياحي متاعنا في تقديرك شنو أسبابه شوف هو من اللي بدينا احنا الصناعة السياحية في تونس بنيناها حتى في أيام متى الطفرة متاحة يعني بنيناها على السياحة الشاطئية لكن في وقت ما الدولة اختارت ان هي تحاول تنمي من وال السياحي في اتجاه انه يكون على طول العام هذك علاش خلاقنا السياحة صحراوية مثلا وحاولنا انه نعطيه بعض دولي للمهرجين توزر وحاولنا انه نبنيه فنادق منتجعات سياحية في الصحراء التونسية لكن المشكلة اللي صار وهذا اللي يحكيوها معناها الباحثين ويحكيوها حتى مهنية السياحة انه جبنا الموديل الشاطئي وحطيناه في الصحر فبالتالي الموديل هذك عنده خصوصية شاطئية فما تنجمش تجيب فندق بارخام وما الى ذلك وبيسين وتحطه في الصحراء لازم انت تعمل من وين متاع السياحة الصحراوية قائمة على السياحة الصحراوية فبالتالي هذا فشلنا فيه من ناحية وهذا اليوم ارقامه واضحة انه السياحة الصحراوية ميتة اليوم اه تقريبا اكثر عدد الفنادق الفنادق نغرق في طوزر في جابس وفي نفطة معني عدد مهول وهذا اندل على الشايفة ويدل انه فهم هناك فشل ذريع في المسألة هذية انه اللي قلقني شنوه في الموضوع هذا انه احنا ديما نحكيه على تنويع المنتوج الثقافي ومنتوج السياحي عبر دعم السياحة الثقافية والسياحة الطبية والسياحة الاستشفائية برشا انويع وسياحة المؤتمرات انا اتفاجأت درنير موك في طلبت الوزارة وقلت لهم اعطيني العائدات ما افهم عائدات تع السياحة ولا لا مش نجمون نبنيوا عليها العائدات عما سياحة المؤتمرات قدش بالضبط ما تعطينيش بالفلوس اعطيني على الاقل بعدد الوافدين في إطار سياحة المؤتمرات شنوه كانت maternal ما فهم hash السياحة الاستشفائية بالضبط قدش الأرقام عائدات وفدين اللي جيين سياحة استشفائية اه شوف مع وزارة الصحة. آآ السياحة الطبية. عنا برشة اليوم يجيوا من مالي. صحيح. نعم. يجيوا من آآ من زير. يجيوا من ليبيا. يجيوا من موريتانيا. يجيوا حتى من اوروبا. بش يعملوا سياحة بش يجيوا لهنا للمعالجة. يلي اللي نعرفش انا آآ طب التجميل. طب تجميل طب الاسنان. الى غيره القلب وغيره. ايه. فعنا برشة عديد الاختصاصات والمساحات تشتغل بصفة به يا برشة. يستقطبوا في برشة ناس منا وكفاءتنا آآ الطبية. لكن ارقام ما فهماش. علاش? ما نعرفوش. لانه اخر مرة زادة فهم الدراسة اللي عملتها آآ آآ مولتها سفرت آآ رويتمون تحت الامريكية لفائد الحكومة التونسية في وقت آآ نجلة آآ نجلة بودن. ما فهماش معطيات دانسو سانس. معناها هما بيدهم كاتبينو. انو لازمنا اليوم ما تكون عنا معناها آآ قاعدة بيانات. باش نجمو نبنيو تصورات متعنا. ما هيدا خطير انا ما يكونش في معطيات يعني هو اهميل وإلا لا مش اهميل لاني المعطيات مشتتة. اليوم كتمشي مثلا انا مثلا مش نخدم. نتصل بوزارة السياحة. وزارة السياحة تقول لك انا بدي كيف انا اللم في المعطياتي معنى شرطة الحدود والاجانب واللم عند المطارات واللم عند البوست فرونتير واللم واللم. معناها انا معناها الوزارة بيدها تشتغل في نفس الخدمة نخدم فيها انا مش لم معطياتي. فوقت الوزارة ما تسنتراليزيش المعلومة عندها. وهذه في مشكلة متاع ارقام رافي علاقة من موضوع ده لانه من عام الفين وخمستاش كان قبل الوزارة السياحة والديوان الوطني السياحة يعطي دوريا الارقام تعداد الوافيدين العائدات شهريا نتحدث. اليوم كنت تدخل مثلا المرصد السياحة في المملكة المغربية تلقاها معناها كل شهر يعطيك بلان كامل. قداش داخله من منين منين قداش قضاوا ليالي قداش نزل تاقط استيعاب متاعهم ويعطيك حاجة شهرية. بش يعطي هو زادة نفس للمهنيين متاعه بش يشوفوا عندهم نظرة استشرافية شنو لازمه يعمل وقتاش بش يزيد في التاقط استيعاب متاعه يبدل ما يبدلش. يعني احنا في تونس عانا مشكلة متاع ارقام. الحقيقة وديها موجودة هذي مشكلة الارقام. هذك علش هو حد الحقيقة معناها المكلف في الاعلام في الوزارة. قال لي احنا طوى قاعدين نخدمه على منويل جديد. متاع اه طريقة يعني اه متابعة مؤشرات المؤشرات السياحية. وتخيب يعنطو. وهذي ركوموندازون صايرة ملوس من وصايرة زادة من الرابورة الاخراني اللي قد لكم ممول من سفارة اه من سفارة امريكا. انهم زوز يناديوا من اه لازمنا يكون عنا منويل نخدم به يعطينا المؤشرات الحقيقية للمنويل السياحي لانه اليوم قاعدين نحكيه بمعطيات عامة. عدد الوافدين. تسمع انت اليوم اختلف النشرات الاخبارية والا في المواقع الالكترونية تسمع كان عدد الوافدين على المنطقى الفلانية. وعدد الوافدين على المنطقى الفلانية. اما قداش يقضيوا من الليلة مثلا. مم. ما تحكي ما ده ما تسمعش المعطى هذي. انت بك لعطيك معطى مهم. سمحني هيجة. انه قبل معناها اه من تقريبا السبعة مليون سيح يجيوا يقضيوا تلاثة واربعين اه تلاثة واربعين مليون ليلى. اليوم عن تسعة فاصل ستة مليون سيح يقضيوا تلاثة وعشرين مليون ليلى. لونك فرق تبيع. وهذا زادت تعملوا اسقاط على العائدات. السبعة مليون ونص في عام الفين وعشرة كانوا يجيبونا في زوز مليارات ومئتين وخمسة واربعين مليون يورو. اليوم التسعة فاصل ستة اه اه استقطبناهم عم ناول في الفين ثلاثة وعشرين جابونا اه دو مليار دورو. نعم. عندو علاقة بالتوتشان تقتريبا لذلك. معناها الجسد نارش اكسترابولاسيون يمكن نعمل فيها هنا في مثل الارقام موجودة لكن من الناحية امنية خلينا نقول مجانب امنع فشكون يدخل ومنين يدخل. حدود ولا جانب. ولكن اه معنا من النواحي الاخرى معنا لا معطيات ولا ولا ارقام ولا. هو مثلا طو في اخر اخر تكرير مفاصل. يعطيك نوعا مش مفاصل بدرجة كبيرة. يعطيك على الاقل بعض المؤشرات فيما يهم مثلا آآ السياحة قداش نسبتها من صادرات الخدمات. في عام الفين واحد وعشرين. آآ. الفين och ثلاثة وعشرين. نستنى وهي يكون يخرج في عام الفين وخمسة وعشرين. دونك عنا مشكلة ديجا في المسألة في المسألة هذية في تجميع المعطيات في الدورية نشر المعطيات. واليوم ولينا نتعامل معه الارقام اللي عندها صيلة بالقطاع السياحي. اترافير تسريحات اما صادرة عن وزير السياحة او صادرة على البنك المركزي. معناش جهة اخرى تعطينا ارقام حقيقية معناها في اه ولا رسمية في اه في علاقة بالمواسم السياحية. مش نرجع لك لنقطة التنويع المنتوج السياحي. اه وقلو نيفي نذكر ضيفنا اه صحفي في موقع الكتيبة. اه في اي منتوج انا نقدمه لحريف. اه. من المفروض انا نحاول نفهم هكا الحريف هذك. استهلك المنتوج شنو رايو فيه? شنو اللي نحسن? شنو اللي نبدل? اه نخليه كيما هو? اه نبدل الامبلاج اذا كان ينحكي على اه منتوج متاع استهلك نبدل اه اه انا انا كي نحكي على المنتوج السياحي. قاعد نحكي على ارقام لكن في الاخير لنعرف السقح اه شنو استهلك? مم. لو نمشي? لا اه مدى الرضاء متاعه على الخدمة المقدمة? هذي اللي قاعد تقول لي انتي قاوة. بالضبط هذا هو رو لو ما كبش نحسبو احنا القدرة الانفاقية متاع السياح نجيو اللمو نحسبو العائدات. ونقسموها على عدد الوافدين. بش نعرفو المعدل الانفاق. فيما بعد كنشدو احنا الوافدين مثلا الالمان قداش جاو وقداش صرفو. نقسمو زادة كيف كيف? بش نجمو اه نشوفو المعدل الانفاق متاع السياح. نعطيك انا بعض المؤشرات معنا في الموضوع هذي. انه في علاقة بالقدرة الانفاقية يعني للسياح اللي يجيو اه يجيو في تونس انه مقدرة هي في حدود 365 اه يورو هذي في عام 2019 اخر رقم رسمي صادر عن جهة رسمية عن معهد الوطني للإحصاء. هو في عام 2019 ليعطى تقريبيا المعادل الانفاق متاع السياح السياح اللي الوافد على تونس. بالنسبة للتنوع متاع السياح اللي قاعدين يجيو. فما اشكالية في علاقة بالسياح الجزائريين والليبيين. ما نعرفوش بالضبط معادلة الانفاق متاح من قداش. لانه فما الكثير منهم يمشيوا يقضيوا في في شقق غير سياحية. تعرف يتعاملوا بالحملة بالعملة المحلية في تونس. ما يتعاملوش معناها بالدوفيزو ما الى ذلك. ففما اشكالية في علاقة برقم كبير. من الوافدين اللي هما يتجاوز طوى نسبة متاحهم نحكي الجزائري معناها سياح من المغرب العربي. من المغرب العربي. يكمبري اللي عايشين من الخارج. يمثلوا تقريبا اليوم ستين بالمئة من الوافدين. باي? كل عام. على احنا في عام الف و ستة وتسعين كان سبعين في المئة من الوافدين على تونس من من بولدان اوروبية. ودول امريكياتين. امريكياتين والدول اسياوي. باي? دكوردو. دونك فما شانجموه دي جافة الخارطة. انتع نوعية السياح لقاعدة جي. ولنا اليوم ما ماشيين في نتوسعه اكثر في استقطاب السياح الجزائريين والليبيين. وفي محيطنا خلينا نقوله. باي. جي تقول لي انتي شنوه اشكالية التنويع عن منتوج السياح. فم مشكلة تسويقية كبيرة. واذا يقولوه مهنية الساحة. اه مهنية مهنية السياحة. يقول لك انه فما مشكلة عنا في وإلا في التصوير اللي قاعدين يروجو فيها على تونس وما الى ذلك. شاطئ بحر فندق جمل وما الى ذلك. ما عندكش حاجة اخرى. وذي اللي يستوجب اه فما سياحة سياحة تسويقية. لازم تتخدم اه على عرص صحيحة. مش اه فقط نعمل افشاج في بلايس معينين في شورع كبيرة مثلا في فرنسا وإلا في المانيا وما الى ذلك. ونقفو غاديكا. اليوم لازم نمشيو اه في اتجاه معناها التسويق الرقمي. اللي احنا حدود التسويق الرقمي انتيعنا اليوم في حدود اه اه اربعين اثمانية وارفعين في المياه. هذا يبحث باخر ارقام. مهن. ما عندكش قاعدين نخط مياسر على الديجيتال. ما عندكش قاعدين نخط مياسر على المؤثرين معنا في العالم. ما عندكش توجه في اتجاه ترويج صورة اخرى. وهذا علش ما علش آآ زادة من آآ من 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 روجوش صورة اخرى وإلا لمنطوش سياحي اخر. لانه عنده ارتباط بمجالات اخر. سياحة البديلة مثلا تحكي على الاقامات انتع ضيافة. وإلا السياحة الجبالية وما الى ذلك. عنده ارتباط ببرشة المسائل الاخرى. بيئية. بلدية. آآ مسالك. بنية تحتية. بنية تحتية. انتي اليوم زيت مكش حاضر في في الموضوع هذي. وهذاك علش يلزم اليوم الدولة تحط في اولوياتها. واذاك علش انا اكتبت المقالة ذايا. لانه يزي من انه نقعد معاملين على السياحة الشاطئية. فهم مشاكل اليوم في السياحة الشاطئية. ما نجوش نكده معناها ما نجوش نخذيه. آآ نغطيو عين الجمس بالغربية. فهم مشاكل كبيرة. في علاقة بالسياحة الشاطئية. وفي علاقة بالناس اللي تجي تقعد حبيسة الفندق. ما يخرجوش من الفنادق. يقعدوا آآ معناها كانوا قبل يعديوا جمعة وآآ جمعة. بين سبعة اثمانية ايام. اليوم يعديوا في اربع ايام واربع ايام ونص. معناها معدل الاقامة انتاح. فهذا مؤشر من المؤشرات لديك مشكلة حقيقي. انه الاقامة ما عادش كما قبل. اوكي كنت قبل ليقعدوا لك جمعة كامة ليدخلوك اكثر فلوس. اليوم ما عادش يقعدوا جمعة كامة. يقعدوا اقل من الجمعة هديك. عندك مشكلة اخر في علاقة زادة بالآآ بين الفنادق وبين الميهن المرتبطة بالسياحة. المطاعم. الاسواق. الحرفيين وما الى ذلك. اليوم ما فهم اشكاليات يقول لك انا معناها تحس آآ حتى نيب الشعب آآ حكيت معاها يسيد بيمين يوم الحمامات ورئيس لجنة السياحة. يقول لك اليوم آآ الفنادق تحس السياح ملك خاص متيح. دوب ما يدخلون من الوتين يسكروا عليه. حتى ورده يبيعوه له همه. غادي كان موانتوج آآ منعرفش المنتوج تقليدي يبيعوه له همه. معناها فبالتالي السايح ولا من بيته للبيسين للبحر ويرجع. البيت للبيسين للبحر شوية آنيماسون شوية كذا ما يخرش. الوركو هو آآ السائح يقاس بماده سياحتي. قدش سياحة في البلد. قدش ممشى وصرف ووهده هي موجود توقيت مش في اسبانيا مثلا نتقى سياح يدوره. ناي. السياح يدوره معناها ما نتقهم مش معناها مبنكين في الا قاعدين في النزل وما يعني في حد شيء. وهده هو بيده تقريبا. باي. اللي هو يمثل ستة ثمانية بالمية من المنويل السياحي منتعنا اللي هو سياحة شاتيئية. اه. او آآ سياحة فندقية شاتيئية. صالحولي المعط على خطر دنيا. يعني. مش سياحة شاتيئية دي. دي سياحة فندقية شاتيئية. يعني اليوم المونو بول متاع السياحة سامحني. تفضل. المونو بول متاع السياحة اليوم عند النزل يعني تقريبا. طبعا طبعا. هو ديار حتى الكلمة تتقال نقوله احنا ما نش قاعدين نعملوا في سياحة الفندق. احنا نحطوه في في نزل. السياحة مختلف تماما. وديار اليوم في العالم العالم تغير. وبش نرجع معك بعد لحظات اه تكون معنا صفية في موجز نص نهار ونص. بش نرجع معك اللونيفي ضيفنا الصحفي في موقع الكتيبة زادة لانه السياحة بالرغم اللي قاعدين نحكيه فيه لكنه قطاع قطاع صامد لانه مش كل دول العالم عرفت اللي عرفت تونس في العاشرة خمستاش سنة الاخرانين. تعدى بآه بثورة عام الفين وحداش. مشاكل امنية. ارهاب. كورونا. ايه بورتوان ما زلنا نحكيه على الارقام اللي قاعدين نحكيه عليها وما زلنا نحكيه على مداخيل اللي هي بالرغم ما نقوله عليها الكل ما زالت محترمة وتساهم بآه نسبة هامة في الناتج الخام. بش نواصلو بعد لحظات مع ضيفنا اللونيفي قبل هدايا موجز نص نهار ونص صفية المحر. لو سهل بيك نحكيه على السياحة مقال اصدر في اه موقع الكتيبة القطاع السياحي الوجه الاخر لفشل المنوال الاقتصادي حكينا في الجزء الاول على جملة من الارقام خاصة خاصة غياب المعطيات المدقة والمحينة في علاقة بنوعية السياحة اللي المستهلك يجي يستهلكها في في تونس هل نحكيه على سياحة شاطئية سياحة آآ ثقافية سياحة استشفائية صحية وغيرها من الانواع الاخرى هذي الكل مفامة في حتى آآ بأس دودوني سوى في وزارة سياحة ولا غيرها من الوزراء. لا تنجم تلقى على مستوى مثلا كينا نحكيه على السياحة الطبية نجم تلقى على وزارة السماعة على مستوى وزارة الصحة مثلا قداش من وافد اجنبي جاء تعالج في تونس تنجم تلقاها المعطيات هذه المشكلة في سونتراليزا سونت على المعلومة. قد رفوقت اللي تمركز المعلومة تنجم تفهم انت يروحك شنوما لزيليمون اللي قاعدين يدخلوك في اكثر فلوس في علاقة بالمنويل السياحي. انا على قناعة راسخة انه السياحة الطبية عندها باي كبير. وفهم بعض البحوث معنا اللي تحكي في في الموضوع هذا. انه السياحة الطبية الناس اللي جي تتعالج في تونس عندهم باي محترم في العائدات السياحية في كل سنة. دونك احنا يزمن يكون عنا رؤية واضحة. رؤية واضحة في علاقة بالشنوة المنويل السياحي وعلى ماذا يقوم. ما قلناش احنا مش نحيو السياحة الشاطئية. بالعكس. بالاكس. عنا عنا البحر وعنا الشمس وعنا كذا وعنا 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 الشطوت وعنا فنادق محترمة. في جزء منها مش الكل. اه لكن هذا يخلينا لازم ننطور المنتوج السياحي في علاقة بالسياحة الشاطئية ونحصرهوش في الفندقة الشاطئية. وكيف كيف يلازم نزادي نمشيوه ونشجعوه لباقي رائم على السياحة الجبلية. على السياحة الصحراوية. ولازم نخلق وزادها حاجات جديدة من قبيل انك تعمل دورة في تونس الكل. مش معناها تجي فقط المنطقة وبالمنطقة تروح. معناها اشكالية كبيرة. وهذا يه اليوم اللي صاير عند منافسينا اليوم خطر اه السياحة في الستينات وسبعينات والثمانينات كانت شكل اخر. يمكن وقتها المنتوج التونسي كان عنده مكانة وكان ينجم ينافس باللي زاتولي عنده. كان مغري زادة اليوم تغير اليوم العالم بالديجيتال بالفيديوهات باللي نشوفه فيه الكل. اليوم السياحة تغيرت تماما. اليوم ما عادش عندك سائح يجي وتحبسه كما ذكرنا قبليك في نزل لمدة عشرة ايام. وتقعه توكل فيه وتشرب ويمشي روح على روحه. ما عادش هذي اليوم ولينا نحكيه على تجربة. ولينا نحكيه على ونحب نمشي في الشارع ونحب ناكل الماكلة اللي ياكلوا فيها آآ مالي البلاد هذيكة ونحب نشوف حاجات اللي آآ ما نشوفهاش في بلايس اخرى. هل احنا اليوم قادرين نمشيه في التواجه هذا على خطر هذا اللي نحب ونعملوه عندنا مدة ولكن ما نسمعه كان في الكلم فماش فعلا. احنا على مدة عشرة سنين وليد نحكيه على كيفية تطوير المنوال الاقتصادي المنوال السياحي متاعنا وكيفية تنويع المنتوج السياحي متاعنا. تبقى مع منا حد شي دونس وصونس. مم. ما 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 تحسش انه فما فما مسائل معناها آآ عملية قمنا قمنا بها في تونس باش نشجعوا على 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 التنويع المنتوج آآ آآ السياحي. مم. احنا باقي ديما آآ في مخنا ديما عنا وشوف. هذي عنده علاقة زادة بالوضع الاقتصادي ووضع السياسي اللي تعيشه في تونس. يعني تعرف كل حكومة تجي في وقت ما تلقى روحها في اكراهات معينة فتقول لك عتيني قدش جبت وفدي. مم. قدش عملت دخلت عائدات عمرة صعبة. فهذكم هم مؤشرات اللي قاعدين نحكيه فيهم. اما بالرغم بالرغم من آآ جائحة كوفيد آآ آآ تسعتاش وراتنا برشة مؤشرات. وكونا نجموا نغتنموا الفرصة باش نحاولوا انه نحصنوا بعض الحاجات اللي كشفتها لنا جائحة كوفيد. مش فقط في السياحة. في السياحة في الصحة في التعليم في في برشة حاجات. اليوم ما نشق قاعدين نشوفوا انه فما فما عقل آآ 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 مازللنا مواصلين في نفس المنوال ونحاولوا انه نعملوا حلول ترقيعية باش نحاولوا نسترجعوا نسترجعوا الارقام عام آآ 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 عام 2019. في عام 2019 نحاولوا نسترجعوا الارقام تعام ٢٠٢. في عام ٢٠٠ نحاول نسترجعوا الارقام تعام ٢٠٠٦. فهكاك احنا قاعدنا نمشيوا في المنوال هذيك وفي الطريقة التفكير هذيك. وهي هذي خلينا اليوم احنا في منويل مهترق. ما عندوش امباكت كبير على الاقتصاد الوطني. وتراجع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني تراجع. وتراجع هذي بالارقام. مش فقط يعني بالا اه مش مجرد كلم يعني على اساس انه الناتج معناه مساهمة السياحة في نتج المحالي الخام. هذي واحد من المؤشرات الكبيرة اللي نتعاملوا بيها بش نقيسوا مدى نجاحة الموسم السياحي. مثلا كنا قبل كان يحقق في نسبة معنى ستة سبعة فيالمية قطاع السياحي. اليوم اربعة اربعة ونص بجهد جهيد. بضا دونك هذي عندو علاقة انعكاس مباشر على مواطن الشغل. مه. عندو انعكاس مباشر على ال 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 الديناميكي اللي خلقها قطاع السياحي في المهن غير المباشرة. مه. على قطاع المطاعم. صحيح. فى السناعة التقليدية وما الى ذلك. دونك اه لازمنا نفكروا بعقل جديد بتصور جديد للسياحة ولازم نشوف العالم شعمل ونحطه في اعتباراتنا مسألة مهمة جدا. لانه اليوم خطر اليوم ازاد انا فركزت برشا على كلفة السياحة. طاقيا وماليا. بيئيا. وبيئيا وما الى ذلك. ما تلقاش ما تلقاش معنا قديش نستهلكوا احنا مثلا ضوء وماء على القطاع السياحي. ما تلقاش ما تلقاش عنها ارقام رسمية. علش مطلوب انه اليوم يكون عنا ارقام من هذا النوع. باش نقيسوا المداخيل بالمصروف اللي صرفناه. خطر زادة الطاقة نشريفها بالعملة الصعبة. اذا القطاع السياحي هنخزروا لوقعها عملة صعبة وحتى الطاقة نصرف عليها قطاعها معناها عملة صعبة. صحيح. وقدش اليوم ما نمشيوا في اتجاه انه المؤسسة السياحية من فنادق ونزل واقامات يستعملوا في الطاقة البديلة وإلا لا. هات نشوفوا ساعة اليوم ما. خطر اليوم ما تشوف البرامج موجودة على اساس انه يوالي النزل بلوغ نسبة ستين في المياه منها تستعمل تقنية المعالجة المياه المستعملة. وإلا استعمال الطاقة البديلة عن طريق يعني تركيزك اللوحات الفوتو. فوتوفلتاييك. فوتوفلتاييك. وما الى ذلك. لونك هذا يكون ما نش ماشين فيه وما عناش ارقام فيه. ولحقيقة فما الصعوبة. فما الصعوبة لحقيقة باش تلقى ارقام اكثر اه تفصيلية عن ما هو متداولة اللي هو عنده عنده علاقة بالحدد الوافدين وقدش جاولة وقدش عملنا عائدة اه روسيت معناها بالعمرة الصعبة وما الى ذلك. اللي هي ما تعطيناش في اللخر بكل تصور واضح. مش نجمون ابني ومنويل. يخلق مواطن شغل. اليوم اراه وانا اه اه ركزت على حاجة نقطة مهمة في المقالم تاعي. قدش يخرصوا مهنيس للسياحة في تونس. يعني الاجور الحقيقة متدنية. واليوم اشعر شو نحكيه. مقارنة بالمجهودة. مقارنة بالمجهودة. مقارنة بالمجهودة. تتمشي وتشوف الناس كيفاش تخدم في كل الاوقات. اذي لوسيديو. اشارت له. في قتاع السياحة. اشارت له لوسيديو. وقالت انه وراه السياحة الجماعية هذية. اللي هي قايمة على انه نجيبوا السياح بالكم بالكم. باسعار التفاضلية واللي هي بخصة. وتنجم ما تلقاها في تونس تلقاها في اي بلاسة اخرى. اذا عنده تأثير مباشر على المهن. على الخدمات في حد ذاتها. لانه اليوم عندك اشكالية. في اربع الاف موطن شغل. من اليادي العام للكفأة. وهمش موجودين في القطاع السياحي. وتفركز فيهم الدولة تونسية اليوم. اضموا من مشاوه. مم. مشاو الفرانسة. في دي كونكور معناها جاو الفرانسيس لهنا وهزه بارشة. يدعام لكفأة. ومشاو الخليج العربي. الناس تفركز هذا على موطن شغل. يحقق له. اه وجوده. ويحقق ويحس بالامان الوظيفي. ويحس بالاستقرار الوظيفي. احنا نرجعه على المنويل السياحي في تونس والقطاع السياحي في تونس. الوظائف اللي فيه هي وظائف منعدمة الاستقرار. يخدموا في الصيف. مم. وما يخدموش في الشتاء. والاكثر من هكا هي انو خمسين بالمية من المهنة المباشرة في القطاع السياحي هي اه اه اللي نسميه احنا اه غير منظمة. ما هيش بعقود يعني اه طويلة الامد او انو فما ليخدموا هذوكم موسميا. وإلا طلبة في وقت ما زادا خدمنا برشة اه ملي سوبساريان. مم. اللي في تونس. بفي وضعيات عمل هشة. وفي وضعيات يعني. غير قانونية كذلك. غير قانونية كذلك. بش نرجع لك بش نختمو في موضوع السياحة لانو زادا السياحة مش كان اه قطاع معزول لانو في علاقة بي اه قطاعات النقل. بي قطاعات اه البيئة. اه حالة البلاد كي تبدأ بلاد اه معناها فيها تلوث كما في اغلب المناطق في في تونس الاسف. ما تجربش تكون بلاد سياحية ومستقبل السواح. بش نرجع نكامل معاك وائلو نيفي. بعد لحظات قبل هذي. اليرت نيوز روم. صفية بالمياه هي نسبة النجاح في النوفيام واعلى معدل تسعتاش فاصل اثناش لميسم ارديسي من سليانة. بلغت نسبة الناجحين في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام نوفيام دورة الفين واربع وعشرين. اربع وستين فاصل تسعة وتسعين بالمياه من بين ستة عشرين الف واحدة وستين مترشح اجتاز الامتحان. تم توجيه ثلاثة وخمسمية ومستاش منهم الى المعاهد النموذجية. هذا ما اعلنوا اليوم مدير الاعلام والاتصال بوزارة التربية منظر اللعافي. اللي وضح كذلك انه ستاشن الف وتسعمية وستة وتلاثين مترشح تحصلوا على معدل يساوي او يفوق عشرة من عشرين في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام. تم توجيه ثلاثة وخمسمية وخمستاش منهم الى المعاهد النموذجية اللي توفر فيها ثلاثة وسبعمية وخمسين مقعد. نحكيه على ميسم ارديسي تلميذة في المدرسة الاعدادية نموذجية ولاية سريانة اللي تحصلت على اعلى معدل على المستوى الوطني تسعتاش فاصل اثناش من عشرين حسب منظر اللعافي. ذكروا وليد انه نسبة النجاح بمناظرة ختم التعليم الاساسي العام نوفيام دورة الفين واربع عشرين شهدت ارتفاع مقارنة بالدورة الفارطة حيث بلغت فيها نسبة النجاح ستين فاصل ستة وخمسين بالمئة وتوجهت لثلاف واربع وسبعين تلميذ فقط للمعاهد النموذجية. نسبة النجاح في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي التقني بلغت اربع وستين بالمئة من بين مئة وخمسة سبعين تلميذ اجتاز والامتحان هذا ايمي وعادل مئة واثناشن ناجح. شكرا لك صفية المحرر ومبروك الف مبروك للنجاحين وآآ موسيون سبيسيال تحية خاصة لميسم هكا. ارديسي. اي. ميسم ارديسي من ولاية سليانة تسعتاش فاصل اثناش آآ فاصل هذي معدل. آآ تسعتاش فاصل اثناش آآ من عشرين في آآ مناظرة آآ الختم التعليم الاساسي. العام. العام. شكرا لك صفية المحر. نيوز روم. وصين في حوارنا مع آآ آآ اللونيفي الصحفي في موقع الكتيبة. وبش نختم في علاقة بقطاع السياحة. قطاع مهم جدا تاريخيا في في تونس آآ من حيث المساهمة في آآ الناتج الخام. من حيث الموارد من العملة الصعبة. من حيث التشغيلية. ولكن القطاع هذي قعد للأسف آآ في تصور معين بنناه منذ الستينات وسبعينات. وما زلنا نحاولو نستنسخوه. السياحة في علاقة ديما بمؤشرات اخرى. في علاقة ببقطاعات اخرى اهم هالنقل. اليوم النقل الجوي ولكن كذلك النقل الداخلي هوني في تونس لانه سيحكي بشي جي بش ما يقعدش جستمو ساجين في 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 نوزل يلزمو النقل. آآ يلزمو كذلك بيئة آآ انظيفة. يلزمو آآ بنية تحتية. هذي الكل للأسف سيتنتو بالنسبة لبلد سياحي بش تستقطب السواح يلزم حد ادنى من هذي الكل يكون متوفر. شستمو هو لي تشوف المشكل هذي في علاقة بالبيئة. في علاقة بنظافة نظافة المحيط. في علاقة بتعزيز اسطول النقل. هذي الكل يحتاج يحتاج الى آآ ارادة سياسية. ويحتاج الى استراتيجية واضحة. كيفاش مش معناها يزمنا السياحة نربطوها بكتاعاتها الاخرى. اللي هي مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر. بلديات كانت او نقلو ما الى ذلك. نحكي لك انا مثلا اخر مرة في جوان جاوا من اكبر جزبه اخر لكروازير هذوكم. لهما كانوا محملين بعشرة الاف سايح. احنا ما نجمنا يهبطوا من البطوية هذوكم ونهزوهم بشي بشيوا للمتاحة ويدوروا شوية في الاسواق العتيقة وكذا. كان تلاثة الاف فقط. رغم انه وكالات الاسفار الكل تجندت بالحافلات متاحة. وحتى آآ طلبوا حتى بعض معناها التعزيز من آآ من الشركة النقل بين المدن. بش آآ نجمنا انه نهبطوا من عشرة الاف هذوكم نهبطوا تلاثة الاف سايح. يمشيوا للموقع. معناش حافلات? ما فماش حافلات مش ما فماش حافلات. معناش البنية التحتية متاع النقل الاستيعاب ذلك الكم الهائل من السياح. واخترين تتحب على السياحة جماعية. نظم اتوفر نرمون البنية التحتية متاعك. والوكالات الاسفار يقول لك انا عندي اشكالية في علاقة باقتناء الحافلات. عندي برشة عندي برشة ضرائب ندفحها. في اليوم العالم ماشي في تجاه انه الكراها بمعناها واليوم على بمحركة كهربائية الحافلات. كيف كيف? كيف? وما الى ذلك دونك. هذو مرهم عندهم كلفة. مهمش مهمش شوية. وآآ وقت اللي باش ننمشي ونرسمه. انا عندي اشكالية ما نحبش ما قلتش طوى. هات نبدله طوى. ما هات نحطه الخطوات الاولى. في اتجاه آآ ما نسميه. واحنا اسلاح جذري للمنويل السياحي آآ آآ تونسي اللي عبر ربط القطاعات اللي هي مرتبطة بيه. بلديات. وزارة البيئة. الوزارة الداخلية. الجماعات المحلية. الوزارة النقل. آآ تونسيار. الكل لازم يمشي في اتجاه. في اتجاه انه احنا نحبه المنويل هالسياحي هذايا. نرتقيه به من الى ونحطه مؤشرات كما اي عمل تقني علمي. معناها في في الموضوع. اليوم آآ من حقيقة ما تحسش المشكلة هذايا. ما تحسش التوجه. لفور هذا. هذا. هذا يكونوا مقدورة عليه. في علاقة بالنظافة المحيط. في علاقة بالتعزيز البنية التحتية. يتطلب فقط امكانيات. وتوفير السيولة اللازمة. وما الى ذلك. لكن هذا يصطدم باشكالية واحدة. اللي هي مديونية المؤسسات السياحي. اللي هي فقط خمسة آآ خمسة مليار دينار. آآ. بالنسبة للمؤسسات السياحي. هو رقم ضخم الحقيقة كبير. واليوم كما كلا كرت الثلج اللي هي مشي وتكبر ومناش عارفين شن هو شن هو الحل لها. لكن هذا في واد والتحديات المناخية في واد اخر. احنا عنا السياحة قايمة على السياحة الشرطيقية. صحيح ولا لا? صحيح. اليوم عنا تغيرات مناخية. عنا انجيرات في متاع شطوت. وعنا درجات حرارة ترتفع بمعدل درجتين كل عام. هذا بحسب ارقام رسمية من المعهد الوطني للرصد الجوي. وكل يعني البحوثة العلمية في هذا الاتجاه. والاكثر من هكاية. انه احنا ما نقل مناش قاعد نشوفه فيه اجراءات ملموسة باش نظل متاعنا. والفنادق ما احنا عنا فندقة شاطئية. هات اخوين بدلوا على الاقل في في علاقة بالحد من استهلاك المفرط للطاق. لانه انا انا وقت اللي انا عندي سوسية باش نجيب برشة عملة صعبة. يوم ما يمتونه نصر في برشة عملة صعبة على 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 المواد الطاقية. فهذا اللي يخلق عجز فيما بعد. وهذاك عليش اليوم عائدات السياحة مع أشي تغطي عجز العجز الميزان التجاري في تونس. في وقت ما رات تغطي آآ بنسبة كبيرة 상 عائدة السياح. انا عندي بالأرقام الهوني. في الميكروب بعد الا هذه. سامحني عندي في الأرقام الهوني انه نسبة صادرات السياحة من اجمالي صادرات الخدمات مثلا في عام آآ الف وUE الف وتسعمل وتسعين كانت في حدود تسعشر في الم المية الصادرات. اليوم آآ في الفين واثمين وعشرين في حدود 8.1% وقت اللي نحكيه على تغطية عائدة السياحة بالعجز الميزاني التجاري كانت في وقت ما في عم ستة تسعين ستة ستين في المية اليوم في سبعتاش فسل ثانين في المية دونك الأرقام تتحدث وحدها يظهر لي ولابد أنه احنا تكون عنا استراتيجية واضحة وقت اللي نتحدث ونرفع الشعارات من أجل أنه نثوره مسائل أو مناويل اقتصادية في تونس فلابد أن تكون يتبع ذلك الخطاب خطوات ملموسة وواضحة في اتجاه أنه ننقذ ما يمكن إنقاذه ونطور ما يمكن تطويره شكرا لك لونيفي صحفي في موقع الكتيبة المقال قيم جدا وفيه جملة كبيرة من المعطيات منشور على موقع الكتيبة بوان كوم القطاع السياحي الواجه الآخر لفشل المنويل الاقتصادي تبقى معنا إذا كانت تحب لبضعة دقائق لأنه مش نحكيه على ليبيا في إيكو انترنسيونال وزارة الخارجية الليبية اللي ترد على صحيفة الانترنسيونال